اشتركوا في القناة البلاغ من صهره سمعه قال السيد أبو عصام ما عم يخلي بنته تروع على بيته ايوه وانت صدقته للسيد سمعه لحظة شوي خاتيل يعني انت محتجز أبو عصام مشان البلاغ ما هي تمام يا خانو مشان البلاغ طيب انت استدعيت السيدة دلال وسمعت افادتها وتأكدت انه هذا الشي صحيح ولا هاد كراكون اللي خلفاك عفوان لو سمعت يا خانو استازي زبتريدي نحنا مو من عوايدنا نستدعي نسواله هون على الكراكون بس كمان مو بحجتن انك انت عم تحبس الناس عم مال على بطال والله يا استازي شكان أبو عصام ولا ابنه عصام بيابلوا بنته انت جعل الكراكون انا ما عندي ماني شو هالحكي هاد القانون بده يمشي وبده يمشي على الكل وبدك تطالع السيد شوكر وقاله بدي أدم بلاغ للأمن العام وانا بكل الأحوال بدي أدم بلاغ اذا طالعته ولا ما طالعته لا شوف شو أخرت معك يا القانون يا انت فهمت لما لا طب لي بالك يا خانوم أبو عصام مشاء الله حكي لك كلمة يعني أنا صراعة يعني كنت بدي أمشي الموضوع وكنت عم تيني التحيي بس تلحل يفوت بيناتهم يعني أهل نحن حبايا أنا هاد الحكي ما بهمني أنا بهمي القانون يتنفذ وبالقانون انت مقالك شي على سيد أبو عصام تفضل أبو عصام انت حرفينك أتروح تفضل حجزه تفضل إذا كنت شاطر أبو عصام مشاء الله حكي لك كلمة مع الخانوم أبو عصام مرضو تبلينا تفضل أبو عصام يا القانون يا أنت شو أبو جوتاد شلو شفت اللي السجولة المحامية أبو شوكار مشاء الله حكي لك كلمة معا مرضو تخربوا لبيتنا لا عاجي دخنت كتير الطالعة بدك تأكل بالنعزة بدك تأكل متل المنشار إيه والله لا تخرب بيتك والله هاااااى أنا بفرجيك مستلام عصام أهي الخرب بيتك من حاله تبلي على المصيبه روه بجوتة هي حرمي اويه كلها بتبادل تمزع في كل ارض بتنلك ملو بتطيركم أربع مخافي بله خاصتبلك ناصني إنتي كمان لا لا ما كنتي